عشان نبقى واضحين مع الناس والناس تبقى عارفة المشكلة فين هي المشكلة مش في الحكام في حد ذاتهم اللي بيديروا المباريات لان احنا بنشوف الأخطاء التحكمية دي حتى في المبارات الافريقية يعني هل مثلا أخطاء بكاري جسامة أو جانيسي كازوي أو نادالة أو كل الحكام الأفريقى ده بسبب ان مثلا ما فيش تطوير للتحكم الافريقي لأ هي المجموعة اللي بيدير التحكم هي دي إمكانياتها وهي دي قدرتها ايه مشكلة لجنة الحكام؟ أنا بخدها بس بالشكل الأشمل مش فكرة ضربة جزاوة لانذار دي آخر حاجة دايما أنا أحب أتكلم عليها لكن هات رأس الهرم من فوق المشكلة فين؟ في من يدير عملية التحكيم في الكرة المصرية كابتن أصام عبدالفتاح لما بص على تشكيل لجنة الحكام من هو مدير اللجنة؟ مدير اللجنة الكابتن أحمد أبو العلا مساعد حكم دولي هل لديه خبرات لكي يكون مديرا للجنة الحكام؟ لا طيب من المسؤول عن تقنية الفار في لجنة الحكام؟ الكابتن السيد مراد هل الكابتن سيد مراد كان حكم دولي؟ لا هل أدار مباريات كثيرة وعديدة في الدور المصري؟ المباريات مش موجودة؟ لا يعني كمان الخبرة المحلية مش موجودة عند الكابتن سيد مراد وتيجي تبصي بقى على من الحكام المصريين السابقين اللي بيطلعوا يرقبوا أو بيتولوا مسألة تطوير الحكام الأفرقة هتلاقي كابتن أحمد أبو العلا والكابتن سيد مراد إذن بيتم اختيار أعضاء لجنة الحكام لكي يكونوا موجودين في مرابط الحكام وفي تقنية الفار دورات الفار بالنسبة للحكام الأفرقة من أعضاء اللجنة اللي في مصر اللي احنا بنقول عليهم أصلا ما عندهمش خبرات كبيرة زي مثلا كابتن ناصر عباس كابتن ياسر عبد الرقوف كابتن جهد جريشة كابتن جمال الغندور كابتن أحمد الشناوي كل الأسام الكبيرة دي يبقى بالتالي لما تجي تتكلم عن التطوير يا كابتن عصام لازم أولا وانت بتتكلم عن التطوير لازم تشرك معك كل العناصر اللي كان عندها خبرات كبيرة يعني لما نتكلم على التطوير لازم نقول اسم كابتن جمال الغندور ده راجل راح كاس عالم الحكم الأفريقي الوحيد راح حكم في اليورو وده ما حصلش قبل كده ولا حصل بعد كده لكن لما نتكلم عن التطوير بوجود أعضاء اللجنة اللي حضرتك اخترتوهم وبيتديهم تكريم حكام المصريين اللي عندهم تاريخ كبير جدا في التحكم المصري وبتكتفي بالمجموعة اللي معاك انت بس وكأنك انت بتدي لدول فكرة ايه انت معايا في اللجنة فعكفأك وصفرك انك ترائب او تدي محاضرات فار للحكام الأفارقة دي البداية من اللي عايز امسك فيها ان المشكلة اللجنة مين اللي في اللجنة بعد كده تبدأ تتكلم بقى الأخطاء التحكمية جاية بسبب ايه